الجزائر لما قطعت العلاقات الدبلوماسية ولا دولة أيدتها والآن غلقت الأجواء ولا دولة تأيدها حتى الحلفاء انتعى الجزائر ما أيدوها الوحيدة اللي تبارك هي البوليزاريو فقط لأنها البوليزاريو راي عندها صراع تاريخي وقدم مع المغرب تؤيد أي دولة راي يدعمها وتقف ضد المغرب ولا يوجد إلا الجزائر حتى الدول الأخرى اللي تعترف لها لا تقدم لها مساعدات إذا كثرت تقولها تبع في سافيري وقعد الله هنا والصفارة انتعوا لحساب الجزائر للأسف الشديد ما يحدث يدل على تخبط في الجانب الجزائري نحن المغرب هذه الممارسات إذا كان قلتم فيها ممارسات قام بها المغرب فهي مرفوضة أنا أقولها لكم بكل وضوح إذا كانت فيها هذه الممارسات اللي تحدثوا عليها فهي مرفوضة ومرفوضة وغير مقبولة ولكن أظهروها أقنعوا الجزائريين أما أنكم تكونوا تريدون استعمال هذا المثلث منطقة القبائل أدرجتم الماك إرهاب كل قبائل رايح عارض النظام ولا ينتمي إلى الحراك رايح إرهابي لأنه ينتمي إلى منظمة إرهابية انفصالية غير منطقة القبائل درت رشاد في الإرهاب أي واحد رايح عارض النظام وينتق التبون ويطالب بالتغيير راه رشاد وإرهاب بقي ناس لا ينتموا الرشاد ولا ينتموا إلى الماك ومعروفين أنهم ينتقدوا رشاد والماك وما يصبوش في أقداحهم أصلا وهم أيضا يعارضون النظام هذو ما هي العمالة والخيانة للمغرب أين أي محل الحيادي وش يشوف رغم أن الجزائر على حسب ما حدث من قبل إن صحت بالدليل أن الجزائر مظلومة من طرف المغرب إن صحت بالدليل إلا أن الجزائر بهذه الطريقة ظهرت ظالمة وظهرت أنها تريد أنها تفرض أجندة معينة على المغرب عن طريق قبلها غلق الحدود البرية بعد ذلك قطع العلاقات الآن غلق الأجواء بعد ذلك ستفرض الفيزا على المغاربة والأمور تتطور رويدا رويدا ولكن قد تصل الأمور إلى الطريقة الهندية الباكستانية أحيانا تحدث مناوشات عسكرية بين الطرفين تدخل قوى كبرى تنهيها ربما ستصل الأمور إلى هذا الحد مع كل هذه الأمور أظهرت الجزائر كأن الجزائر هي الظالم وليس المغرب أنتم تقولوا رأيكم مظلومين لكن صورتكم الآن أنتم ظالمين تظهروا أمام الناس أنكم ظالمين لم تظهروا أي دليل واحد فقط يدين المغرب أظهروا دليل واحد قللتم من صغرتم دولة الجزائرية اللي كانت تتعامل مع قوة هي معاديها وعادي إذا كان المغرب يمارس عدائيه نقعد العلاقات مفتوحة وكذا وكذا ونستطيع الجزائر دولة قوية هي أكبر دولة منطقة لكن أنتم تحاولوا تقللوا من شأن المغرب أنه صغير وما عنده حتى قيمة ولكن ما يحدث كله قاعدين تصوروا للمغرب أنه عنده قيمة كبيرة قابلين تقولوا علاقات تطبيع المغرب مع إسرائيل المغرب عنده علاقات مع إسرائيل من زمان الاستخبارات راهي عندهم علاقات مع بعض فقط كيدروا طبعوا ودروا الزيارات يخيبوا تفليقة راح التقى مع إيهود باراك اللي قتل دلال المغرب نعم هذه اللي بيديه وجر جثتها التقاه وصافحوا واسبعوا واش قالوا ماذا قلتم عن ذلك؟ هل نددتم؟ يراكم أكرمتم بوتفليقة بحدات وجنازة رسمية إذا كان هذه العلاقات مرفوضة المفروض بوتفليقة نهار هذاك كيجال يجي ديرت يدخل الحبس ولكن علاقاتكم مع الدول الدول كلها وفي إطار الشرعية الدولية الجزائر يا جماعة تعترف بإسرائيل عندما تقول دولة فلسطينية في حدود السبعة وستين عاصمتها القدس الشرقية ساعات يقولوا القدس بقت غطوا القدس الشرقية هذا اعتراف بحل الدولتين احنا ما نغيروش المواقف تانا انا قلت لك المواقف تانا ما نتغيرش لا بالتقادم ولا بالتخادل فيه اتفاق على مستوى الجامعة العربية كل العرب اتفقوا أن يكون فيه سلم مقابل الأراضي يعني دولة فلسطين ومبعد السلم مع المحترم اليوم لا سلم لا 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 أراضي ولا 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 حزنون والجزائر والجزائر هذا هو موقفها مع الشرعية الدولية الجزائر رهي تعترف باسرائيل لكن لها مش دايرة معها علاقة المهم الموضوع هذا رهي شائك وطويل ولكن صناع القرار في الجزائر راهي بهذه الطريقة رهم يعبثوا بصورة الدولة الجزائرية ولا يعني عندما نقول هذا الكلام رونان دافع على المخزن المغربي ما تجي تزايد عليه تاريخ معروف ضد المغرب والفبركات لا تغني من الحق شيئا واحد يجي فبرك حوائز يجيب تسجيلات مفبركتها المخابرات المغربية عد إلى ما كتبت ضد المخزن المغربي وما كشفت من معلومات موثقة بالأدل يوما ما كشفت بالوثائق ومسربة أنا عبد الضعيف مواطن بسيط ما ينش دولة والدولة الجزائرية لم تستطع اليوم حتى تقدم دليل واحد يدين عناصر جزائريين بخيانة وعمالة اللي تتهم فيهم بالخيانة والعمالة لم تقدم دليل واحد يثبت أن هؤلاء المعارضين خوانا وعملاء لم تفعل كل ما تفعله الجزائر كلها مجرد اتهامات حتى التقارير اللي يعدها التليفزيون مش تليفزيون تتعدها المحافظة السياسية حتى التقارير اللي تتعدها مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه التابعة للجيش كلها كلام فارغ لا قيمة له كله يلعب على المشاعر والعواطف وبطريقة الذباب الإلكتروني العلاقات الدبلوماسية لا تبنى على علاقات ذبابية ولا تبنى بواقع تحاول تفرض عن طريق الجيش الإلكترونية في مواقع التواصل ولا بأصوات ناعقة إما أنك جنتها أو أنها تتقرر بالأجل تحقيق مكاسب وللأسف الشديد صارت هي تعبر عن الموقف الرسمي للدولة الجزائري الأمور يا جماعة هذه هي الصورة أنا لست متحامل على النظام كما قد يتوهم البعض هذه الصورة التي سوق لها النظام الجزائري وهذه هي الرؤية التي يبينها للناس فنحن نتواصل مع علميين ومثقفين ومفكرين في كل أنحاء العالم كلهم يجمعون على أن الجزائر تظهر أنها ضعيفة وهشة ومتسرعة وظالمة أيضا حتى وإن كانت مظلومة لكنها لم تستطع أن تبين ظلم من ظلمها بل بيّنت أنها هي الظالمة والظالم تحول إلى مظلوم على حسب الروايات المروجة لها للأسف ما يحدث بين الجزائر والمغرب لن يكون في صالح المنطقة ومن المفروض أن التوجهات الدبلوماسية الجزائرية ليست عدائية هكذا كانت والآن صارت تظهر كأنها عدائية وتريد تصفية الحسابات وفق مقاربة لن تخدم مصالح الجزائر مصالح الجزائر لن تخدمها بهذه الطريقة البائسة وأوقفوا حكاية هذه كل دورة ديرون المجلس الأعلى للأمن لأنها والله تسيئون للأمن وتسيئون للمجلس الأعلى للأمن وتسيئون إلى الأجهزة الأمنية وتسيئون إلى وزارة الدفاع وتسيئون إلى قيادة الأركان فقرارات مثل هذه تحتاج إلى توقيع بسيط من رئيس الجمهورية في مكتبه وليس إلى اجتماع وهيلمان كبير يبين أن الدولة في وضع بائس أو أن النظام كذب تحتاج إلى توقيع بسيط من رئيس الجمهورية في مكتبه